اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج خدماتي ناس كتير بتسأل ازاي نرخص عربيات لاصحاب الهمم قانون المرور رقم 66 لسنة 73 نظم عملية الترخيص لزوء الاحتاجات الخاصة فيجوز الترخيص لزوء الاحتاجات الخاصة برخصة سيارة خاصة او دراجة نارية او بتلت عجلات او اكتر وده بيكون من خلال تقديم طلب الترخيص على النموذج المحتمد الى اسم المرور المختص بس فيه مجموعة من الشروط لازم تتوفر ابرزها يكون اللي هيرخص سنه اكبر من 18 سنة وكمان ثبوت لياقته البدنية بمعارفة كمسيون الطب المختص لقيادة عربية من العربيات المعدة خصيصة لزوء الاحتاجات الخاصة وكمان يكون قادر على القيادة ويشترط كمان اكتيازه للاختبارات الفنية لقيادة العربية المصممة خصيا لحالته وده بيقودنا ان احنا نأكد على ان الدور الانساني اللي بتقوم بيوزارة الداخلية مع اصحاب الهمم وتقديم المساعدات المستمرة ليهم وده في اطار رغبتها الحقيقية بالاهتمام بالامن الانساني ونلقاكم على خير في حلقة جديدة من برنامج خدماتي موسيقى